مش محتاج بقى ان احنا نقعد نتكلم مش هنقعد ندفع مش هدفع عن مسلماني تاني بصراحة الراجل كل ما تشاطه بارقامه كل حاجة بطولاته بانجازات وهي بتتكلم عن نفسها اي حد حيقول عكس ذلك يبقى هو بيحاول ايه يبقى ترند على اسم البرنامج بتاعنا كده هو عايز يبقى ترند عشان الناس تقول ايه الحق دقال على مسلماني كذا ايه الحق دقال على الاهل كذا سبكم من الناس دي هي قدي ناس لها اهداف تانية مش عايزين سعيدة احنا على اهداف دي احنا عندنا هدف رئيسي وهو مساندة الاهلي وهو مساندة الجهاز الفني واللعبين وكل حاجة جوا النادي لكن لما نتكلم عن فريق الكرة بالتحديد الدور الاكبر على جمهور الاهلي وبصراحة جمهور الاهلي عنده قدر كافي من الوعي مش محتاج ان احنا نقول له حاجة خالص خالص يعني سيح ممكن نقول للبعض اللي ممكن ما يكونش واخد باله من جزئيات زي دي وممكن ما يكونش باصس لقدام شوية بالنسبة للفرقة وضغط المطشاط والعقابات اللي حيتعرض لها النادي الاهلي بخلاف طبعا انت عندك بعض المصابين ان شاء الله منهم حيرجع عشانه وحيرجع لفترة الجاية بيرسته وحيرجع لفترة الجاية في اصابات طويلة زي بدر بنون بالمناسبة بدر قرب يرجع بالنسبة كبيرة اكرم توفيق بعيد خالص هو وعمار بسبب الصليبي فبالتالي ان شاء الله الاهلي يكون موفق خلال المرحلة الجاية ده فيما يتعلق بما هو قادم بخصوص النادي الاهلي خلال الفترة اللي جاية وان شاء الله يكون موفق بشكل كبير والدور الاكبر زي مولتر حراركم على جمهور النادي الاهلي هنروح لفاصل بعد الفاصل لسه عندنا كلام هنتكلم فيه بخصوص الفرقة واخبار كتير هنعلق عليها فاستنون